اشتركوا في القناة ونصمة بغداد بنحو 156 كيلومتراً أسسها سعد بن أبي وقاس عام 17 للهجرة 638 للميلاد بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد فتح العراق لتكون معسكراً لجند الفتح الإسلامي بعد أن لبت مطالب عمر رضي الله عنه بأن تكون في موضع لا يفصلها عن المدينة المنورة بحر ولا عارض سميت سورستان وخد العذراء وعرفت بالكوفة من التكوف أو التجمع والاستدارة حيث كانت كوفة الجند الذين مضوا في الفتوحات الإسلامية منها شرقاً كانت مدينة واسعة كبيرة احتوت خمسين ألف دار للعرب وأربعة وعشرين ألف دار لغير العرب اكتسبت أهمية بسبب موقعها الاستراتيجي وتميزت كمركز للآداب والعلوم والثقافة رغم الاضطرابات العظيمة التي شهدها تاريخها الطويل الذي لا يقل تميزاً عن أسواقها ومحلاتها وقراها القديمة ومعالمها وآثارها المميزة اقتضت القاعدة عند إنشاء أي مدينة إسلامية أن يؤسس المسجد الجامع أولاً وهكذا أمر مؤسسها سعد بن أبي وقاص أحد الرماء فأطلق سهاماً في الاتجاهات الأربعة محدداً أبعاد المسجد الذي كان نواة المدينة الجديدة ومركزها إنه مسجد الكوفة وأنشئت بعده دار الإمارة التي اجتملت بيت المال وقد اعتبرت دار الإمارة في الكوفة من قبل كثير من المؤرخين أقدم بناء حكومي شهيد في الإسلام ووفقاً لنتائج التنقيبات والحفريات الأثرية تألفت الدار من سور خارجي ضم أربعة جدران طولها مئة وسبعون متراً وسمكها أربعة أمتار وكان البناء الهندسي محكماً مما جعلها عصية على كل غزو خارجي بعد المسجد الجامع ودار الإمارة كانت تقام الأسواق ثم الأحياء السكنية في زمن زياد بن أبيه الذي ولي الكوفة عام خمسين للهجرة كان أول بناء لمسجد الكوفة وبعد ذلك توالت عمارة المسجد وهو يتألف اليوم من أربعة جدران مدعومة بأبراج نصف دائرية يبلغ عددها ثمانية وعشرين برجاً تم تخطيطه على أرض مربعة الشكل ليتسع لأربعين ألف مصل وقد دلت الدراسات الأثرية أن جدرانه كانت ممتدة إلى عمق خمسة أمتار ونصف تحت سطح الأرض الأسوار الحالية التي تحيط بالمسجد عمرها يزيد على سبعمائة عام وترتفع عن سطح الأرض عشرة أمتار للمسجد عدة أبواب منها تاريخية ومنها حديثة كباب الحجة وباب الرحمة الذين بنيا في نهايات القرن الماضي وكذلك برج الساعة الذي يزين المشهد العام لهذا المكان الروحاني فهو يعود لستينيات القرن الماضي أما الأبواب التاريخية فأكبرها باب الفيل والذي سمي باب الثعبة سبب التسمية يتناقله الجميع هنا ومنذ أجيال عديدة فذات يوم كان الإمام علي كرم الله وجهه على المنبر يخطب في الناس فإذا بثعبان ضخم يدخل من الباب فزيع الناس فطمأنهم علي كرم الله وجهه تقدم الثعبان وصعد المنبر فأنزل علي رأسه ليهمس الثعبان في أذنه ثم همس الإمام علي بدوره في أذن الثعبان لينسل بعدها خارجا وعندها أخبر الإمام الحضور بأن الثعبان رسول من الجن كانت لديه مشكلة استشاره فيها وأوضح له حكمها الأبواب التاريخية الأخرى محددة على سور المسجد ولكنها لم تفتح بعض ففي الجانب الغربي تم تحديد باب كيندا نسبة إلى القبيلة العربية المعروفة التي سكنت الكوفة منذ اليوم الأول لتأسيسها وفي الجانب الجنوبي تم تحديد باب السد وهو الباب الذي كان يدخل منه الإمام بحكم مواجهته لداره التي أقام فيها يوم دخل الكوفة بعد أن نقل مقر الخلافة من المدينة المنورة إليها عام ستة وثلاثين للهجرة دار بسيطة متواضعة كانت لأخته أم هانئ بنيت من الضين وسعى في النخيل تبلغ مساحتها ثلاثمائة وسبعين مترا مربعة واحتوت غرفة له وغرفا صغيرة لأفراد عائلته كما حفرت فيها بئر للدار التي تعلوها قبة خضراء مدخل واحد يفضي إلى ساحة تطل على غرفتي الحسن والحسين رضي الله عنهما ومكتبتهما ومصلاهما إضافة إلى الحجرة التي تم غسل الإمام علي كرم الله وجهه فيها بعد وفاته غرفة أخرى كانت مخصصة لأم البنين رضي الله عنها أما البئر التي حفرت داخل الدار فيقود الزائر إليها ممر حيث ما زالت تقدم بسخاء ماءها العظب الأسواق كانت تحيط بدار الإمارة ودار الإمام وكانت مقسمة حسب المهن كان كرم الله وجهه يجلس في دكاكينها يراقب حركة السوق والبيع والشراء وفي أحيان كثيرة يطوف فيها وهو يقول اتقوا الله وأوفوا الكيل تعددت أسواق الكوفة وتنوعت بما ينسجم مع تنوع ما يحتاجه الناس كل سوق من أسواقها كان يسمى باسم السلعة التي تباع فيه الكثير من وصف ابن بطوطة للمسجد يمكن رؤيته ماثلا اليوم من قبل الزوار الذين يزيد عددهم على خمسة عشر ألف زائر يوميا وإن كان بعضه بطراز حديث وفن معماري جديد إنه مسجد فيه الكثير من الآثار الكريمة منها بيت يقال إن إبراهيم الخليل كان له مصلا فيه ومسجد صغير يقال إنه الموضع الذي فار منه التنور حين حدث طوفان نوح عليه السلام وفي ظهره خارج المسجد بيت يزعمون أنه بيت نوح عليه السلام وإزاءه بيت يقال إنه كان متعبد إدريس عليه السلام وهناك فضاء متصل بالجدار القبلي للمسجد يقال إنه موضع إنشاء سفينة نوح عليه السلام هذا فضلا عن مقامي آدم وصالح عليهم السلام والخضر مسجد الكوفة أول وأوسع مدرسة لقراءة القرآن الكريم كان الجامعة الإسلامية الأولى في العراق وهاهو يحافظ على مكانته العلمية من خلال مكتبة مميزة فقد كان منذ السنوات الأولى لتأسيسه مكاناً للدرس العلمي والقضاء والاجتماعات العامة التي تبحث وتقرر في المصالح العليا للدولة الإسلامية ترميم وصيانة مرافقه يتمان في عمليات مستمرة وبشكل يومي ولا تنتهي إلا مع غروب الشمس على أمل أن تشرق من جديد والمسجد رمز كما كان لما يمثل المصالح العليا للمسلمين ترجمة نانسي قنقر